بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه الصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم أن جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة قال عليه الصلاة والسلام نعم قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص فلما ول الرجل قال عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق انتهى الحديث إلى هذا القدر نستفيد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يفهم الناس بأن للدين أسسا وأركانا وأصولا فينبغي على الإنسان المسلم الذي يبغي النجاة يوم القيامة ينبغي عليه أن يبدأ بالأصول ثم بعد ذلك ينتهي بالفروع فإذا أدى الفرائض فإن ذلك ضمان للنجاة يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى وواجب العبد في الدنيا أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى وتحقيق العبودية أن يأتي المؤمن بما أمر الله عز وجل وأن ينتهي عما نهى الله عز وجل وهذه حقيقة التقوى التي يشير إليها القرآن الكريم في جميع آياته والنبي عليه الصلاة والسلام في جل أحاديثه فإذا كان هذا الحديث أفهمنا بأن الإسلام له فرائض وفرائض الإسلام مبنية على خمس أي أركان الإسلام الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم ربضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا هذه هي الفرائض والأركان التي لا يتأتى للإنسان أن يتحقق فيه الإسلام إلا بالإتيان بها وهي المعنية بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان صليت المكتوبة وصمت رمضان لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة والحج قال العلماء إن هذا الحديث كان في وقت مبكر قبل أن تفترض بقية الأركان الخمس فاكتفى عليه الصلاة والسلام بفرضية الصلاة وصيام رمضان والزكاة فرضت من بعد والحج فرض من بعد أيضا معنى هذا الحديث أن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يهتم بالفرائد أكثر من اهتمامه بالنوافل ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم هذا الحديث القدسي يفيدنا بأن النوافل لا تقبل إذا كان الإنسان المسلم مقصرا بالفرائد لا تقبل النوافل إلا بعد أداء الفرائد كما أراد الله سبحانه وتعالى ثم الشطر الثاني من الحديث أرأيت إن صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة قال عليه الصلاة والسلام نعم أحللت الحلال أي أتيت بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى وحرمت الحرام أي انتهيت عن كل ما حرم الله عز وجل ومنه عنه صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن تحريم أو بمعنى أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه هي بمثابة أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه لأن ما فرض الله عز وجل صنوا ما فرض النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صنوا ما نهى عنه رب العالمين فالنبي عليه الصلاة والسلام لن يأمر أمرا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى ولم ينهى عنه رب العالمين فما نهى الله عز وجل عنه ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الشرح والبيان أو للتأكيد على ما أمر الله عز وجل ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كثير من الناس لا يفهم هذا الترتيب في هذا الدين ونزيد الأمر بيانا أكثر حينما نروي حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام فيه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها انتهى هذا الحديث هذا هو التقسيم الطبيعي للدين الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدين مبني على الفرائض ومبني على الحدود ومبني على المحرمات فإذا أتى الإنسان المسلم بالفرائض ولم يتعد حدود الله عز وجل ولم ينتهك ما حرم الله عز وجل وسكت عن كثير من الأشياء التي لم يتكلم فيها الدين فقد نجى هذا الدين في جوهره وحقيقته فإذا فالفرائض الأربع أو الأركان الأربع هذه مقومات الإسلام ومعلوم أن الإنسان المسلم لا يستطيع القيام بهذه الأمور أي لا يستطيع القيام بالفرائض كما يريد رب العالمين أو يستطيع التجنب عما حرم الله عز وجل أو يستطيع البعد عن حدود الله ومحرماته إلا حينما يحقق الإيمان في ذات نفسه فالمطلوب أولا من الإنسان أن يتعرف على الله عز وجل ويعمق الإيمان في ذات نفسه حتى يحقق إسلامه وشعاء الرب العالمين فنرى كثيرا من المسلمين متسمين بالإسلام ولكن لا فرض يؤدى ولا حرام يبتعد عنه ولا حدود تبتعد عنها ومع ذلك يدعي الإسلام فالإسلام الظاهري ليس له حرمة عند الله عز وجل والاعتبار إلا حينما يحقق الفرض المسلم إيمانه بالله سبحانه وتعالى فلذلك جاء الاستنكار لعراب الناس حينما كان الوحي يتنزى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الإيمان من غير عمل ومن غير جهاد ومن غير مصابرة كانوا يقولون نحن مؤمنون فكذبهم الوحي في دعواهم الإيمان ماذا قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم الإيمان الحقيقي هو الإنصياع لكل ما أمر الله عز وجل والابتعاد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه لذلك جاءت الآية الأخرى تعقيبا وتوصيفا للمؤمن الحقيقي في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فلذلك نستطيع أن نقول اليوم إن جمهرة كبيرة من مسلمي عصرنا هذا أشبه بأعراب الأمس لأنهم لا يراعون في دينهم حراما ولا حلالا ولا يفرقون بين فرض ونفل ولا يعبؤون بأمر الدين جملة وتصيلة وبلاؤنا في ذلك كثير والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر